لكن على ذكر الشفافية وعدم وضوح تفسير لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات في اتحاد الكرة طلعت مبارح جدول بعض مباريات الدور التاني كان الملاحظة فيها الملاحظة اللي شغلت الناس وحتى السوشيال ميديا وكل الناس وكل وسائل العلامة التي تكلمت فيها المسافات البينية غير العادلة ونتمنى أن نحن نلاقي رد منطقي مش أكتر لأنه الآل والزمالك هيلعبه هو سوا الزمالك بكرة مع الترجي في القاهرة وبنتمنى له التوفيق ثم الآل مع سانداونز تاني يوم يوم السابت ويا رب إن شاء الله فرقنا المصرية وبرامدز بيلعب مع زناكو في زامبيا في الكونفدرالية والمصر بيلعب مع نهضة بركان المغربي أيضا في الكونفدرالية ونتمنى إن شاء الله أن الفرق المصرية الأربعة تروح لقدام لأقصى حد ممكن لا إدارة المسابات الجدولة اللي قدام حضراتكم نقف عند معادين الأهلي بعد مباراة السابت حيسافر لجنوب أفريقيا حيلعب مع سانداونز في بريتوريا حيسافر أدنى جنوب القارة عند طريق رأس الرجاء الصالح القديم طيب هيسافر الأهلي يلعب يوم سبعة تلاتة الزمالك قبل منه بيوم يوم ستة تلاتة هيبه بيلعب في تونس برضو مش هتكلم على إنه إيه لأبعد تونس ولا جنوب أفريقيا لأنه اللجنة مش هتراعي ده لأ تراعي ده لا مش هتراعي في الجدول هل أنت بتكلم على الأفريقيا آه لأ أنا بتكلم على اللجنة حتى اللي هنا يعني أنت قلت أربعة أيام للمبارايات الخارجية وتلات أيام في حال المباراة الداخلية موافقين طيب الأهلي لما يلعب يوم سبعة أحط له مباراة مع اسموحة يوم حداشر يعني أربعة أيام فقط رغم أنه جاي من أدنى جنوب القرى لا هلعب سوى يوم سبعة بس لاحظة حليني بس حتحرك يوم تمانية ما حد منتج نحسابها اتفضل حيتحرك يوم تمانية حيوصل تمانية بالليل هيبقى عنده تسعة وعشرة تسعة ده هيبقى استشفاء عشرة تدريب خفيف ولعب حداشر هتلعب حداشر آه وإنت إيه تاني عشان هيعودوا بقى إيه شغل تليح الكلام لا الساعة البيولوجية المسافات الطويلة الحالة البيولوجية مش بالضرورة الساعة الحالة لأنه اختلاف الطقس هي بيسموها يا أستاذ إبراهيم لما في علم النفس أخذ بالك هو عملية غسيل الموخ اتعملت إزاي واحد روسي واحد روسي بسرعة كده جاب أن أنا ممكن مثلا عمل التجربة بتاعته على الكلاب في البداية فقال لك الكلف أنا بقدم له الأكل بتاعه بضرب له جرس كويس كل ما بحطه الأكل بضرب له جرس فبيعمل بعض الإفرازات الفيسيولوجية والحركات البدنية إزي ديله يجي يقبل يقعد في المكان اللي فيه الأكل لو مرة أنا ضربت الجرس وما جبتش الأكل هيعمل نفس الشيء نتيجة إيه نتيجة إيه انضباط العادات السلوكية انضباط العادات السلوكية اللي هم بيسموها الساعات البالجية اللي بتتحكم بتدي الإشارات هي مش بس فرق توقيت ومش بس لا فيها مرتبطة ببعض الحاجات التانية أنت الوقت هتروح تلعب في جنوب أفريق الضهر صح؟ الضهر هم بيلعبوا ساعة ثلاثة على طول الساعة ثلاثة ده مختلفة على اللي أنت بتعاود عليه هنا هدي أول فرق كبير المسافة والمناخ والارتفاع المستوى عن سطح الأرض مختلف أو أو مش مختلف واخد بالا لكن مؤكد أن المسافة مختلفة أنت قلت إيه؟ خليني خليني أقولك في المسافة هو أنا لما أجي ألعب يوم سبعة أنا هتكلم في الأيام حتى كرقم ألعب يوم سبعة ثلاثة في جنوب أفريقيا أربعة أيام وألعب مع اسموحة يوم حداشر أربعة لسبعة ألعب يوم حداشر ألاقي نادي الزمالك هيلعب في تونس برضو ما ليجدعه ببعض المسافة هيلعب يوم ستة المفروض يوم ستة يعني يلعب يوم عشرة لا يروح مديله يوم اتناشر يعني الزمالك يلعب ستة ويلعب اتناشر الاتنين بيلعبوا برة الاتنين بيلعبوا برة مصر ده كمان الآله بيلعب يوم سبعة وبيلعب في جنوب أفريقيا طب ليه بتقبلين مع كسش؟ طب أنت المنطق تعكس لو المفروض تعكس يعني لو فيه يوم يؤخذ لحد مش لبعد المسافة ولكن للأيام اللي يلعب ستة يلعب عشرة واللي يلعب سبعة يلعب حداشر لكن باستمرار حطتلي الاهلي الاهلي وصندونز يوم سبعة روح تمديله أربعة ايام فقط يلعب مع سموحة يوم حداشر ليه؟ عشان يلعب مع آآ امبي المباراة المؤجلة يوم اربعتاشر يعني الاهلي علشان حطتلي امبي مباراة يوم اربعتاشر ألزمت الاهلي يلعب يوم حداشر وحطتلي الزمالك مباراة مع المصري بس يوم 15 كنت تقدر تعكس في الحالتين يعني لو في حد له أفضلية في أنه ياخد يوم زيادة اللي لعب يوم 7 مش اللي لعب يوم 6 واللي ياخد اليوم اللي لعب يوم 11 مش اللي لعب يوم 12 فيلعب الزمالك يوم 15 مع المصري يلعب الآلي مع انبي يوم 14 في الثلاث مباريات واربع ما فيش أبدا عدالة في توزيع الأيام في المسافات البيانية وما فيش مبارد ما فيش مبارد ما فيش تفسير يعني هي مزاج يعني هي اتبنت على ايه يعني اتبنت على المنطق لا المنطق بيقولك 6 10 7 11 مش كده لكن ممكن يبقى فيه عنده مبارد وانت بتحط الحاجة الغير منطقية فصر مبردك ايه ما فصرتش يا جماعة مش معقولة هنفضل هي دي هي دي بالضبط أستاذ إبراهيم اللي أنا بتكلم عليها احنا كتب علينا ان نعيش هذا اشتركوا في القناة